سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد واهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هقولك ان انت ازاي تقدر تحرك الصورة بمعنى ان لو في صورة عندك زي كده تمام صورة عادية جدا هقولك ان انت ازاي تقدر تخليها تتحرك زي كده او مسلا لو عندك صورة زي كده هقولك ان انت زي تقدر تخليها تتحرك زي كده وبرضو نفس الشيء لو عندك صورة زي كده هقولك ان انت زي تحركها زي كده. وكل ده بسهولة ومجانا بالزكاء الاصطناعي. وكمان من غير برامج ولا شيء ولا تعقدات ولا اي حاجة. طب هتقول لي ايه المميز في الشرح ضعب لطيف? وانا اقدر استفاد منه في ايه? ان انا احرك صورة مسلا وحاول الصورة للفيديو. بص الصدي. باختصار شديد. الحركة دي هتكون كويسة جدا لأي حد صنع محتوى او اي حد يمتلك قناة يوتيوب وبيقدم دايما المحتوى عبارة عن قصص عبارة عن شيء. وطبعا هو للأسف لاقي صور ولكن مش لاقي فيديوهات. فهو عايز يحول الصورة دي لفيديو. فزكاء الاصناعي بيغنيك عن ان انت تقدر تبحث عن فيديو فهو بيقدر يحولك الصورة لفيديو. هو البعض ثواني في طرق اخرى باستخدام برامج وباستخدام انظمة مفتوحة. اه لو ممكن اتكلم عنها ان شاء الله في المستقبل. بيقدر يحول صورة لفيديو طويل. ممكن دي قدقتين. انما انا بتكلم على ثواني معدودة ولكن الثواني المعدودة دي كافية جدا انها تقدر يعني تقدم ليك اللي انت عايزه. فاهمني? فده يكون شرحينا النهاردة. عشان ما اطولش عليكم. لو اول ما رتشوف قناة اشترك في القناة وفعلي الجرس. ويلا بينا بقى دلوقتي ليه الشرح. اول حاجة يا سيدي. هتعملها ان انت هتروح عندك على الرابط الموجود تحت في الوصف. اللي هو رابط المقال. هتلاقي رابط الموقع ده جواه. اللي انا هتكلم عنه. تمام الموقع ده لو تفتكر انا اتكلمت عنه قبل كده. الفكرة بقي ان يعني ما فيها ان انت هتيجي ترفع صورة. بالمنظر ده هجي هجي مثلا هنا يا سيدي. افتراضا اختار مثلا اي صورة. اي صورة. بها. الصورة ده مسلا. نجي على الموقع دي. نكتب هناises. بالمنظر ده. تمام? ونشوف مسلا هنا واو نكتب مسلا سبيد كار. الصورة دي مسلا يا سيدي شكلها حلو قوي. تمام? اورح هنا جاي محملها بالمنظر ده. على اعلى اعداد او اعلى او اعلى يعني. اورح هنا جاي عندي على الموقع لنسيبه لك في رابط الموضوع الموجود تحت في الوصف. الموقع ده بيقدم نمازج كتيرة جدا من الزكاليس ناي ان شاء الله ممكن استعرضه لكم كل واحد زي ما انا عملت قبل كده في عدة فيديوهات. اروح جاي ماسح الصورة دي. اروح هنا رايح هندي دايس هنا على تمام بالمنظر ده. اروح هنا جاي مختار الصورة بتاعتي بالمنظر ده كده هو. وطبعا هنا بقى فيه نقطة مهمة وهو انه بيقول لي هنا انت عايز الفريم عبارة عن ايه? هل انت عايز اربعتاشر فريم ولا خمسة عشر فور سيكند? هقول له خليها اربعتاشر فريم لاني لو انا عملته سريع هيبقى شكل وحش. تمام? فنخليها اربعتاشر فريم. نفس الفكرة هنا ما تعدلش على اي شيء. خليزها ما هو عشان يطلع لك صورة بتجودتها الاصلية. عندك انا بيقول لك فريم بور سيكند. هنا بيقول لك انت هتقدر تحرك الصور دي بستة فريمات في الثانية ولا تقدر ترفعها لحد التلاتين فريم. فلو انت رفعتها لحد التلاتين فريم حرفين الفيديو هيكون سرعته سانية. فلزلك يفضل تخليه ستة. عشان الفيديو يكون طويل معك شوية. انما لو انت رفعته على تلاتين سدقني الفيديو هيكون ثواني ويخلص. فخليه دايما عندك على ستة او يعني اخرق عشرة. طيب نيجي هنا بقى على الموشن. تمام? الموشن ده اللي هو الحركة. يقول لك انت عايز الحركة ازاي? لو انت زودت مسلا عن مية سبعة وعشرين. يعني هنا مية سبعة وعشرين. لو انا زودت عنها هلاقي ان في فرطة حركة في الصورة. يعني هيحط لي موشن او حركة كتيرة في الصورة. لو انت قللت هيخلي لك الحركة قليلة في الصورة. فانت هنا بناء على اللي انت عايزه انت بتعمله يعني. تمام? فانا خليه مية سبعة وعشرين زي ما هو. تمام? يعني هو اصلا انا شايف ان هو ممتاز مية سبعة وعشرين. بس انت حابب يكون في حركة كتير براحتك. ارفع. حابب يكون في حركة قريلة قلل يعني انت بقى لك حرية الاختيار وهنا طبعا يعني ما تعدلش في اي حاجة هتخليه زي اللي هو الكلام ده هتخلي زي ما هو ما تعدلش على اي حاجة هتروح هنا جاي دايس عندك على وهنتظر هنا عندي لحد اما يخلص انا عندي فهنتظر عندي لحد ما يخلص وارجع لكم مرة تانية زي ما انت شايف ان هو بالفعل حول الصورة للفيديو زي ما تشايف لمدة سانيتين يعني هو مش كتير سانيتين ولكن مازال ان هو بي ايه سانيتين ممكن يعمله فرق في اي فيديو على فكر زي ما تشايف هوا فالفيديو بالفعل عندي او الصورة تحركت على هيئة فيديو بص والله شكرا حلو هو الزكاء الاصطناعي بيقدر ان هو يهيئ اي صورة اه يعني بالمحيط بتاعها يعني افتراضا خلينا هنا نيجي مرة تانية نقوم محملين الصورة ونقوم رفعينها هنا تاني نحذف ده ونقوم رفعين ده مسلا هنا بالمنظر ده كده هو وبعد كده نعمل ايه رنر فهننتظر معانا لحد اما هو ايه يبتدي ان هو يعالج الصورة ونشوف شكلها يطلع عامل ازاي تمام زي ما انت شايف ان ده هو الصورة اتحولت لفيديو وطبعا زي ما انت شايف شكلها يعني مش هقول لك وقع مية في المية ولكن منزل ان هو بيقدم حاجة بالفعل مختلفة تماما عن حتى حركة المية والكلب وهو بجريك انه طلع من المية وكاينه نزل تاني بص رجلي يعني في حركة بالفعل حتى هنا انعكازت نفسه فالصراحة انا شايف ان هو مميز جدا يعني طبعا الميزة دي قددر استفاد منها لو انت بتقدم محتوى على اليوتيوب محتوى القصص محتوى اه حاجة كده يعني محتاج ان انت دايما تقدم فيها محتوى مرئي فعلم اظن ده هيكون افضل خيار لك كون ان انت مش دايما بتلاقي فيديوهات متعلقة بالشيء انت تتكلم عنه فبالتالي ممكن انت تصمم صورة حتى عن طريقة زكاة الاصناعي وتحركها فبالتالي انت عندك افكار غير محدودة يعني انت مبقاش الموضوع مقتصر فقط ان انت تجيب صورة وتحركها لا انت ممكن تصنع صورة عن طريقة زكاة الاصناعي وتحركها فهمني عن طريق يعني الطريقة دي فبالتالي انت انشأت حاجة في مخيلتك اساسا مكانتش موجودة قبل كده وده كان الفيديو لو عجبك الفيديو متساعدش ان انت اشترك فقط ما لو تفعل الجرس وتنضم القرارة انا على التالي جرام اللي سابلك الرابط تحت موجود في التعليقات وكمان تنضم لحساباتي على سوشيال ميديا ونشوفكم بإذن الله فيديو جديد والسلام عليكم